نزين كيف دعم الإسلام المرأة في المجال الاقتصادي؟ لو نعرف أن الإسلام دعم المرأة في كل المجالات نعم إذا نسلط الضوء شوي على المجال الاقتصادي كيف دعمها؟ ننطلق في البداية دكتور الحديث حول هذا الموضوع المهم من فكرة أن الإسلام وجه الدعم كبير وخاص ودقيق للمرأة غير الكثير من مسارات للمرأة في الحضارات فكان الإسلام فيه نوع من الدعم المباشر للمرأة على الصعيد المعنوي والصعيد المادي فرعى الحقوق الكثيرة المادية للمرأة وفر لها ذمة مالية مستقلة وفر لها الكثير من الحقوق المالية مثل المهر والصداق بأن نحلة للمرأة أو خاصة للمرأة لا يمكن لأحد مثلا أنه يسلبها هذا الحق كذلك حفظ حقها في الإرث وحفظ حقها في النفقة فكانت هذه من جملة الأشياء الحقوق المادية التي كفلها الإسلام للمرأة إلى جانب أن فتح لها المجال في المعاملات المالية فكان للمرأة كذلك الحق في التملك كان لها الحق في الهبة كان لها الحق في التصدق بما تشاء من أموالها كان لها الحق في البيع والشراء فكان فعلا تمكين للمرأة من ناحية الاقتصادية إلى جانب هذا كله كذلك دعم المرأة لكي تقوم بمثلا الوظيفة أو المهام التي تحبها وتعمل فيها وتميل إليها وتكتسب بعد منها مال نعم تكتسب منها المال كذلك تنفعها من الجانب المادي والاقتصادي ما لم تخالف هذه المهنة أو الوظيفة التعالم الشرعية وكذلك ما لم تخالف الوظيفة والكينونة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها المرأة جميل